اشتركوا في القناة ووجهه الأكرم إمام زماننا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقعي الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الثلاثون يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الحادي عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي حدثتكم عن أول معلم من معالم المذهب الطوسي إنه نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني وتم الكلام في ذلك عبر ما عرضته عليكم من لقطات كثيرة من تفسير التبيان للطوسي مؤسسي المذهب وانتقلت بعد ذلك إلى المعلم الثاني في الحلقة الماضية من معالم المذهب الطوسي المعلم الثاني نقض أصل الديانة المحمدية العلوية فهذه الديانة تعتمد على أصل واحد المذهب الطوسي نقض هذا الأصل وجاء بمنظومة عقائدية مسخ مدجنة تبتني على خمسة أصول جاء بها من الأشاعرة والمعتزلة ومازج فيما بينها مزجا شيطانيا خبيثا ثم رجع إلى هذه الأصول بعد أن ضحك على الشيعة وقال لهم هذه أصول الدين رجعوا عليها فجعلوها أصولا للدين بحسب الأشاعرة وما بقي فذلك من أصول المذهب حدثتكم عن هذا الموضوع ولا أريد أن أكرره كي أن تفع من وقت الحلقة قد يكون هذا الأمر غريبا على الذين يسمعون هذا الحديث لأول مرة أما الذين يتابعون برامجي فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وبإسهاب وفي العديد من البرامج فيما يرتبط بأصول الدين الخمسة قضية بسيطة من الآخر حينما أقول من أنه في دين العترة صلوات الله عليها هناك أصل واحد للدين فإنني أحشد لذلك الآيات المحكمة الواضحة والصريحة وأحشد لذلك أيضا النصوص المعصومية من أمهات كتبنا القديمة إنها نصوص محكمة قطعية واضحة جلية أنتم حينما تقولون من أن أصول الدين خمسة أعطونا آية واحدة لا أطالب بأكثر من ذلك أعطونا آية واحدة قدموا لنا رواية واحدة حديثا واحدا يقول من أن أصول الدين خمسة فأنا حينما أقول من أنه في دين العترة هناك أصل واحد هو الإمام قدمت في برامج وقدمت في الحلقة الماضية وسأفرد حلقة كاملة في الحلقات الآتية سأفرد حلقة كاملة بخصوص هذا الموضوع فأنا أقدم الآيات المحكمة من الكتاب الكريم وأقدم الأحاديث المعصومية المحكمة من أمهات كتبنا القديمة الأصلية أنتم لا تملكون آية واحدة ولا تملكون رواية واحدة أتحداكم أن تأتوا بآية واحدة تقول من أن أصول الدين خمسة أو أن تأتوا برواية واحدة تقول من أن الدين يبتني على أصول خمسة لا تأتوا بآيات تتحدث عن التوحيد فأنا لا أنكر التوحيد ولا أقول من أن التوحيد ليس من ديننا أنا أحدثكم عن منهجية في تأصيل عقيدة هذا الدين هناك منهجية وضعها القرآن ووضعتها العترة وهو أن الدين هذا له أصل واحد وهناك منهجية وضعها أعداء أهل البيت الأشاعرة والمعتزلة وأنتم يا أيها الطوسيون أخذتم أصول الدين الخمسة من الأشاعرة والمعتزلة هذا هو الذي أتحدث عنه ديننا وأنا أتحدث عن دين العترة الطاهرة نأخذه منهم من محمد وآل محمد من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله هذا هو ديننا أما دينكم أيها الطوسيون فإن طوسيكم المشؤوم الذي تلقبونه بشيخ الطائفة جاءكم بدين من الأشاعرة والمعتزلة وهذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر كذبوني وردوا علي حديثي ولكن وفقا للمنطق الذي تحدثت به ووفقا للبيان الذي عرضته في هذه الحلقة أو في الحلقة المتقدمة حينما يبنى الدين على منطق يخالف منطق بيعة الغدير فإنه سيكون كفرا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير أخذ علينا هذا الميثاق هذا علي يفهمكم بعدي يعني أن منطق الدين وأن قواعد التفكير وأن أسس التفهيم تأخذ من علي وآل علي فقط وفقط وفقط وهذا هو مضمون بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي وعلي هو الذي يفهم الفقهاء المخلصين إمام زماننا هو الذي يفهم الفقهاء المخلصين فإمامنا الصادق لا يعد الفقيه الذي تعده الشيعة فقيها حتى يكون محدثا فإن لا نعد الفقيه منهم ليس من الطوسيين وإنما من رواة الحديث أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له يا ابن رسول الله أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث مفهم هناك جهة من خارج وليس من داخل جهة من خارج تفهمه هذا الفهم لا يصدر من داخله الرواية ما قالت من أنه فاهم يفهم الحديث بنفسه وإنما هو مفهم يفهم القرآن ويفهم الحديث بسبب تفهيم وارد من جهة هي في الخارج ليست في داخله إنه إمام زمانه في كل زمان إمام الزمان يفهم فقهاء الشيعة قد يقول قائل يمكن أن يدعي هذا كل أحد ما هي الضابطة أنا أقول أيضا ما هي الضابطة التي تعتمد في تعيين الإجتهاد في الحوزة الطوسية هل هناك من ضابطة لا توجد ضابطة سلوهم سلوا المراجع الطوسيين كيف يثبت الإجتهاد سيقولون لكم يثبت الإجتهاد بالعلم الوجداني هل هناك من ضابطة للعلم الوجداني لو أن شيعيا في أجواء الحوزة بعلمه الوجداني فيما بينه وبين نفسه قطع بأنه صار مقتدرا على استنباط الأحكام الشرعية وفقا للمذهب الطوسي بحسب موازين حوزته ألا يقولون له ويصدرون الفتاوى بحقه من أنه لا يجوز له أن يقلد غيره إذا قطع فيما بينه وبين نفسه وفقا لعلمه الوجداني ليس هناك من ضابطة علمه الوجداني وحتى الأستاذ حينما يمنح إجازة الاجتهاد لأحد تلامذته يعتمد على علمه الوجداني ليس هناك من ضابطة وبالمناسبة فإن إجازة الاجتهاد لا تؤسس الاجتهاد عند المجتهد أتحدث عن أجواء الحوزة الطوسية وإلا فإنني أبغض هذه الكلمات كلمة الاجتهاد وكلمة المجتهدين لأن الأئمة يبغضونها ولأن الأئمة قتلوا عبر هذه الكلمات الزهراء قتلت عبر اجتهاد الصحابة وكلمة الاجتهاد بهذا المعنى لا بمعنى العبادة فالاجتهاد بمعنى العبادة موجود في رواياتنا وأحاديثنا أتحدث عن الاجتهاد بمعنى إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية هذه الكلمة صدرت من سقيفة بني ساعدة وتحديدا من أبي بكر أول صدور لهذه الكلمة كان من أبي بكر بعد أن صار خليفة الزهراء قتلت بالاجتهاد وعلي قتلوه بالاجتهاد أيضا ويقولون عن معاوية كان مجتهدا قد اجتمعت فيه شرائط الاجتهاد فحينما قاتل علي في صفين كان منطلقا من اجتهاده وكذا هذه الكلمات يبغضها إمام زماننا ولذا أقول من أنني أبغضها هذه ثقافة النواصب لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة الاجتهاد المجتهدون هذا رأيه الاجتهادي إلى غير ذلك كل هذا يخالف مذاق العترة الطاهرة ولكن بحسب ما هم يقولون ويعتقدون في مذهبهم الطوسي فإن إجازة الاجتهاد عندهم التي يمنحها الأستاذ لتلميذه ما هي بمؤسسة للاجتهاد إنما هي كاشفة عن الاجتهاد إذن كيف تأسس الاجتهاد عند ذلك التلميذ بعلمه الوجداني ثبت الاجتهاد عنده بعلمه الوجداني لذا يطلب من أستاذه أن يمنحه إجازة الاجتهاد وأستاذه يمنحه إجازة الاجتهاد لا على أساس امتحان متى امتحنه في كل المسائل الاجتهاد في كل مسألة يختلف عن الاجتهاد في مسألة أخرى حتى إذا افترضنا أن الأستاذ امتحن تلميذه في اجتهاده في مسألة في مسألتين في عدد من المسائل هذا لا يكشف عن أن التلميذ قد صار مجتهدا في بقية المسائل وإنما يحكم الأستاذ باجتهاد تلميذه وفقا لعلمه الوجداني الشخصي الخاص مثلما التلميذ يحكم باجتهاد نفسه وفقا للعلم الوجداني الشخصي الخاص به فأين هي الضابطة لا توجد ضابطة لماذا حينما يكون الحديث في ثقافة النواصب لا تسألون عن الضابطة ولكن حينما يكون الحديث في ثقافة العترة تسألون عن الضابطة حينما تتحدثون عن الاجتهاد الناصبي الشيطاني القذر وتعبرون عنه بأنه ملكة قدسية لا تتحدثون عن الضابطة شياطين أنتم شياطين ولكن حينما يكون الحديث بثقافة العترة الطاهرة من أن الفقه لا يكون إلا عبر معاريض كلامه من أن الفقه لا يكون إلا عبر معرفة لحن قوله من أن الفقه لا يكون إلا عبر الموسوعية في الإطلاع على حديثهم وحفظ حديثهم ومعرفة فهمه من خلال تفهيمهم من خلال ألطافهم الواصلة إلى شيعتهم فمثلما يثبت الإجتهاد بالعلم الوجداني عند التلميذ وعند الأستاذ وعند الآخرين جمع من الشيعة على ارتباط بأحد العلماء الطوسيين من خلال الاستماع إلى حديثه من خلال قراءة كتبه من خلال التواصل معه ثبت عندهم وجدانا هذا فقيه من الفقه يجوز لهم أن يعود إليه لأن الرجوع إلى أهل الخبرة لا يعطي يقينا وإنما يعطي ظنا بينما العلم الوجداني يجعل علم الإنسان بدرجة القطع حتى لو لم يكن صحيحا فهو سيخطع بسبب إحساسه وشعوره الذي استولى عليه لا أريد أن أناقش في مقدمات العلم الوجداني لابد أن تكون المقدمات سليمة صحيحة لا أن يأتي الشعي ويقرأ في كتب سني ناصبي مخالف للعترة الطاهرة ويقطع بأنه فقيه كي يعود إليه هذه مقدمات خاطئة نذهب إلى فاصل السلام عليك وغملت السلام عليك وغملت 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 شاكرا شاكرا لفواد لنعم لتشاك مقدمات 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 ترجمة نانسي قنقر وما تحدث به الطوسي في كتابه الاقتصاد فيما يجب على العباد وحدثتكم عن الكتاب هذا من أنه رسالة عملية عقائدية لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية في طبعة نفسها التي أشرت إليها في الحلقة الماضية صفحة 369 بشكل موجز وسريع أشير إلى كلماته من دون أن أطيل الوقوف عندها لأنني قد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية بقيت بعض التعليقات بعض التوضيحات لا بد أن أشير إليها حتى يكتمل الموضوع أطوسي هكذا قال من أنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه فلو كان يعرف بعض الصنائع وبعض الحرف ولو كانت عنده بعض الملكات والمواهب التي هي خارج دائرة ما هو إمام فيه فلا يشترط فيه أن يكون الأفضل في تلك الصنائع وتلك الحراف وتلك المواهب وتلك الملكات مثلا إذا نظم شعرا فهذا الأمر لا علاقة له بموضوع الإمامة بحسب ما يقول هو لا بحسب ما أعتقد أنا وما هو موجود في دين العترة الطاهرة هذا بحسب المذهب الطوسي بحسب مذهب حوزة النجف وكربلاء هذا هو مذهبهم وهذا إمامهم الطوسي فلا يشترط فيه أن يكون الأشعر في الشعر وهكذا في سائر الأمور الأخرى إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه ككثير من الصناعة وغير ذلك كما قلت لكم كالشعر وغيره كسائر المواهب والملكات الأخرى التي تنتشر بين الناس والمعتبر والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه بحسب هذه العقيدة فإن دائرة الإمامة ضيقة ما هي بالدائرة الأوسع إنني أنقل كلامه وإلا فهذا كفر صريح إذا أردت أن أقيسه إلى آيات الكتاب الكريم هذا كفر صريح إذا ما ذهبت إلى سورة ياسين وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإمام الذي هو من الله هو هذا أما هذا الإمام الذي يتحدث عنه الطوسي فهذا إمام بحسب مذهبه الإمام من حيث الله هو هذا في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وحينما يحصى كل شيء في إمام مبين يحصى بكل مراتبه يحصى بكل مراتبه وأعلى المراتب ستكون من شؤون ذلك الإمام المبين فما هذا الهراء يا أيها الطوسيون هذا هراء واضح إنه هراء العيون الكدرة النجسة القذرة التي تعتلفون منها كالبهائم وتشربون منها كالبهائم هذا هو القرآن الواضح الصريح البين ولكن طوسيكم يقودكم إلى الضلال ويقول طوسي الضلال والسخف والسفاهة أيضا صفحة 371 ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه إلى أن يقول ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه بما أسند إليه من شؤون الإمامة بحسب المذهب الطوسي ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك لأنه ليس هو رئيسا فيها ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه الواجب عليه على الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه فيصبح تابعا لأولئك إذن ما معنى أنه حجة الله أمير المؤمنين حجة الله على أهل السماوات والأراضين ما معنى أنه حجة الله في هذا الوجود هل يعني أنه يكون محجوجا بقول ذو الخبرة من عامة الناس في أي موضوع من الموضوعات هل هذا هو الإمام الذي نصبه الله وهل هذا هو الإمام الذي يحدثنا القرآن عنه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هل هو هذا الإمام الذي أمرنا أن نكون معه مثل ما جاء في سورة التوبة في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا معهم في جميع أحوالهم إنهم صادقون في جميع الاتجاهات إذا كان أهل الخبرة ما هم بصادقين وحكموا بشيء بحسب الطوسي فإن الإمام هكذا يفترض في أن يحكم بحكمهم فهل هو صادق هنا ماذا تقولون يا أيها الطوسيون الأخبياء يا أيها المراجع النجفيون والكربلائيون السفهاء ماذا تقولون فهذا طوسيكم إما أن تكفروا بطوسيكم وحينئذ عليكم أن تكفروا بحوزته ومذهبه وإما أن تجعلوا منه إماما ومقدسا وعليكم أن تلتزموا بعقائده فماذا تقولون هذا المنطق الأخرق الذي يتعارض مع القرآن جملة وتفصيل إنه منطق الطوسي الذي يناقض منطق بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي وهذا الأثول يقول لنا من أن أهل الخبرة من عوام الناس يفهمون الإمام أي منطق هذا أي هرائن هذا نحن في بيعة الغدير بايعنا على هذا الميثاق هذا علي يفهمكم بعدي في كل شيء وهذا الأخبر الطوسي هكذا يقول ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصناع وغير ذلك لأنه ليس هو رئيسا فيها ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه ففرض الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولون فإذا كان حكمهم كاذبا فأين صفة الصادقين التي يتحدث عنها القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إنهم صادقون في جميع أحوالهم صادقون في علمهم فهم لا يتحدثون بالظنون والشكوك والأوهام إذا تحدثوا بعلمهم عن عالم الشهادة والطبيعة هم صادقون وإذا تحدثوا بعلمهم عن عالم الغيب والملأ الأعلى فهم صادقون أيضاً هم صادقون إذا ما أخبروا عن الماضي وإذا ما تحدثوا عن الحاضر وإذا ما أخبرونا عن المستقبل هم صادقون في كل شيء صادقون إذا ما أخبروا عن المستقبل صادقون إذا حدثون بحديث الحكايات والعبار وصادقون إذا ما أصدروا الفتاوى والأحكام وصادقون إذا ما فصلوا في الخصومات والنزاعات صادقون في كل شيء ماذا يقول هذا الغبي الأغبار الذي يقال له شيخ الطائفة فيبدو أن الطائفة هي طائفة الغبران هي طائفة الأغبياء الذي يكون شيخها بهذا الحال وبهذه العقيدة فقيمة الإنسان بعقيدته ودينه وهذه عقيدة الطوسي عقيدة السفاهة والسخف بحسب موازين الكتاب وموازين العترة الطاهرة إلى أن يقول هذا الطوسي الأثول ولا ينزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشر في حياة النبي صلى الله عليه وآله إذا ما معنى قول النبي من أن عليا أقضاكم من أن عليا أعلمكم ما معنى قول النبي وهو يحدث أصحابه ويحدث هذه الأمة إذا كانت من أمته يحدثهم عن عترته عن علي عن فاطمة عن الحسني عن الحسين عن ولد الحسين من السجاد إلى القائم ويقول للأمة لا تعلموهم تعلموا منهم هذا هو ديننا الذي أخذناه عن محمد وآل محمد وهذا هو دينكم الذي تأخذونه عن طوسي وآل طوسي صلوات صلوات على محمد وآل محمد والتف على وجوه طوسي وآل طوسي هذا هو الفارق الكبير بين دين العترة الطاهرة وبين مذهب الطوسي السخيف الذي هو مذهب حوزة النجف وكربلاء هذه الحقائق بين أهديكم ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشر في حياة النبي فلربما هناك أمور يعرفها الصحابة لأنهم تعلموها من النبي لكن أمير المؤمنين لم يكن حاضرا فسيكون جاهلا بما يعرفه الصحابة هذا هو عليكم هذا هو أمير المؤمنين عندكم يا أيها الطوسيون السخفاء ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشر في حياة النبي السخفاء مديح لكم أنتم نواصب هذا منطق نواصب هذا منطق أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه في بيعة الغدير وكانت في حياة النبي حينما يقول رسول الله من أنكم خذوا القرآن من علي وآل علي خذوا القرآن من علي في تلك اللحظة كان علي عالما بكل القرآن أم لم يكن بحسب الطوسي لم يكن عالما بكل القرآن الطوسي هكذا يقول ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشرع في حياة النبي أو الحسن والحسين عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما وهكذا في حياة بقية المعصوم أي منطق هذا رسول الله حينما قال هذه الكلمات من كنت مولاه فهذا علي مولاه مولاه في جزء من الأمور في الأمور التي كان يعلم بها أمير المؤمنين وما هو بمولا في الجزء الذي كان يجهل فيه ما هي هذه النتائج التي تترتب على هذه المعتقدات الضالة إنها معتقدات هذا الغبي أتحدث عن شيخ الطائف عن شيخ الحمير وحق الحسين هذا مديح من أنه شيخ الحمير هذا شيخ النواصف هذا شيخ المقصرين هذا شيخ المرجعيين هذا شيخ البتريين ما هذه هي العقائد البترية والمرجعية والتقصرية الناصبية الضالة وكلام وكلام ضلاله لا يقف عند هذا الحاد ولا ينتهي عند هذه النقطة ماذا يقول هذا الطوسي بشأن الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعد وهي آخر آية فيها ويقول الذين كفروا لست مرسلا الذين كفروا يقولون لرسول الله لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من تفسير التبيان ماذا يقول الطوسي فيها حكى الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون لك يا محمد إنك لست مرسلا من جهته تعالى فقل لهم أنت حسبي الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقيل في معناه ثلاثة أقوال أحدها روي عن ابن عباس أنه قال هم أهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود والنصارى ومن ومن عنده علم الكتاب هم أهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود والنصارى فإن الله جعل نفسه شهيدا لمحمد صلى الله عليه وآله وجعل معه اليهود والنصارى الذين أسلموا هذا الكلام منطقي تكون شهادة هؤلاء مساوية لشهادة الله سبحانه وتعالى هذا القول الأول وهو يتبنى هذه الأقوال لأنه سوف لن يعترض عليها والدليل أنه يتبنى أوردها لأنه لو لم يكن يعتقد بها لما أوردها أو على الأقل لفندها وقال قتادة ومجاهد منهم من هؤلاء الذين تتحدث الآية عنهم ومن عنده علم الكتاب منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي لأن سلمان كان نصرانيا قبل الإسلام وتميم الداري وقال الحسن الحسن البصري الذي عنده علم الكتاب هو الله تعالى وبه قال الزجاج بالله عليكم هذا كلام منطقي الله هكذا يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هو الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والله وكذلك الله يشهد لك ما هي الآية ذكرت شهادة الله هذا هذا شاهد ثاني هل مثل هذا القول السخيف بحاجة أن يذكر وحتى لو أراد أن يذكر الأقوال السخيفة فلابد أن يعلق عليها والأسخف من هذا قدم كل هذا على ما جاء عنهم صلوات الله عليهم ولو كان قادرا على أن لا يذكر ما جاء عنهم لما ذكر واكتفى بهذه السخافات ولكن الأمر من الواضحات بخصوص هذه الآية في الثقافة الشيعية وقال أبو جعفر وأبو عبد الله صلوات الله عليهما الباقر والصادق هم أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم الذين عندهم علم الكتاب بجملته لا يشذ عنهم شيء من ذلك دون من ذكر دون من ذكر من جاء مذكورا على لسان ابن عباس أو على لسان قتاد ومجاهد ليس هناك من ذكر واضح لأمير المؤمنين لأن الآية في الأساس بشكل مباشر تتحدث عن أمير المؤمنين وتنطبق على بقية الأئمة لكن يفترض بحسب سياق الآية فإن الآية تتحدث عن زمان رسول الله والشهادة هنا هي شهادة الله وشهادة أمير المؤمنين لكنه ليس هناك من ذكر لأمير المؤمنين هنا في مقام المدح والكمال لا يذكر أمير المؤمنين ولكن في مقام التنقيص يضرب مثالا بأمير المؤمنين ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشرع في حياة النبي في مجال التنقيص يضرب أمير المؤمنين مثالا أما في تفسير الآية الخاصة بأمير المؤمنين والتي تتحدث عن علمه المطلق لا يذكره بالأسم هذا هو واقع المذهب الطوسي هذه الأمور يفعلها الطوسي من دون التفات من دون تعمد لماذا الأمر هكذا على طول الخط في حياته لماذا لو لم تكن هذه القضية موجودة في داخله لما فعل هكذا لماذا حينما يضرب أمثلة في العلم والفقه يضرب مثالا بالشافعي وأبي حنيفة وقرأت ذلك عليكم في حلقة يوم أمس لا أريد أن أعيد الكلام حينما يتحدث عن العلم بتمامه وكماله في نظر الناس يضرب مثالا بالشافعي وأبي حنيفة ومالك حينما يكون الحديث عن الإمام المعصوم وهو ينتقص من علمه يضرب المثال بأمير المؤمنين وحينما يأتي إلى الآية التي هي خاصة بأمير المؤمنين لا يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد وإنما يتحدث عن أئمة آل محمد صحيح أن علي سيدهم سيد الأئمة من بعد رسول الله وإلا فسيد الأئمة جميعا محمد صلى الله عليه وآله ومن بعد محمد يأتي علي ومن بعد علي تأتي فاطمة فهي إمام الأئمة من بعد محمد وعلي إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليه لكن حين يتحدث عن أهل الكتاب فإنه يورد أسماءه يورد اسم عبد الله بن سلام ويورد اسم سلمان الفارسي ويورد اسم تميم الدار ماذا يقول آل محمد صلوات الله عليهم في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكاف طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 256 بداية سند الحديث في صفحة 255 إنه الحديث السادس عن ابن أبي عمير عن ابن أذينته عن بريد ابن معاوية قال قلت لأبي جعفر هذا هو بريد العجلي رضوان الله تعالى عليه من خواص الأئمة قال قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات وسلام عليه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إمامنا الباخر يقول إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي هكذا يتحدث الأطهار صلوات الله عليه بريد يسأل إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن الآية التي نحن بصددها قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الباخر يقول إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله ماذا ورد في تفسير القمي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والأربعين بعد الثلاثمائة علي ابن إبراهيم يقول حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إمامنا الصادق يبدو أن ابن أذينة هذا يسأل كراراً ومراراً عن هذا الموضوع الرواية قرأتها من الكافي سأل الإمام الباقر وهنا يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهم جميعاً عن ابن أذينة عن إمامنا يبدو أن ابن أذينة هذا مهتم بهذا الموضوع فقد قرأت عليكم قبل قليل من الكافي الشريف ما نقله لنا ابن أذينة عن بوريد ابن معاوية العجل يسأل الإمام الباقر عن الموضوع نفسه وهو يحدثنا هنا ابن أذينة عن إمامنا الصادق إمامنا الصادق يقول الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين وسئل سئل الإمام الصادق عن الذي عنده علم من الكتاب ما جاء في سورة النمل في قصة آصف ابن برقيا ابن برخيا الذي عنده علم من الكتاب وفي أحاديث العترة كان عنده حرف واحد وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب فقال فقال ما إمام إمامنا الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين ألا ألا العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله هذه أحاديثهم وهذه كلماتهم وأعتقد أنكم تتلمسون انسيابها إلى قلوبكم بنحو تلقائي وبطريقة فطرية ووجدانية من دون صعوبة وتكلف بينما حين أقرأ عليكم من هراء الطوسي هذا وأمثاله تلاحظون العسرة في تلقي هذه الضلالات الأمر واضح واضح لا يمكننا أن نقارن بين القرآن وبين بالوعة المراحيض هل هناك من وجه للمقايسة بين القرآن المكرم وبين بالوعة المراحيض وبين أكوام الغائط والخراء والفضلات من الخنازير والكلاب أكوام من فضلات الخنازير والكلاب كيف يمكن أن نقايسها بقرآن الله هذا هو الذي يجري على أرض الواقع حتى هذه المقايسات إذا أردت أن أورد لكم الروايات والأحاديث بخصوصها فإني لقادر على ذلك لكن الوقت لا يكفي أريد أن أكمل وأن أتم هذه المطالب ثم ماذا يقول الطفسي لاحظوا بعد أن قال ما قال وأورد ما أورد من سخافاته يذهب إلى تنقيص مقدار علم الذين عندهم علم الكتاب يقول والكفاية الكفاية يشير إلى ما جاء في الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب والكفاية وجود شيء على قدر الحاجة يعني أن الذين عندهم علم الكتاب ما عندهم علم كامل وإنما عندهم علم في شهادتهم بقدر الحاجة بينما الآية واضحة حينما نقول قل كفى بالله الكفاية بالله كفاية لا حدود لها مطلقة ثم يأتي العطف بحرف الواو فالكفاية عند الذين عندهم علم الكتاب كالكفاية عند الله مثل مثل ما نقرأ في أدعية الفرج يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان فإنكما كافيان بنحو مطلق كفايتهم كفاية الله أما هذا الغبي الأثول يحاول أن ينتقص من محمد وآل محمد في جميع الاتجاهات وهو هنا ينتقص من آل محمد باعتبار أن شهادتهم لمحمد صلى الله عليه وآله فإن محمد ليس داخلا في الحديث عن الكفاية هنا صلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين والكفاية وجود الشيء على قدر الحاجة فكأنه قيل قد وجد من الشهادة مقدار ما بنى إليه الحاجة في فصل ما بيننا وبين هؤلاء الكفار ألا لحنة على تفسيرك هذا ألا لحنة على تفسيرك هذا قرأت عليكم قبل قليل ماذا قال إمامنا الصادق من تفسير القموين وماذا قال أمير المؤمنين الآن لحنة على دينكم هذا هكذا يتعاملون مع محمد وأهل محمد هذا هو منطقهم منطق الطوسيين قلت لكم هذا مذهب كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة استبروا علي حتى تكتمل الحلقات وستقطعون على أنه مذهب كبقية المذاهب لا علاقة له بدين محمد وآل محمد أجدادنا مضحوك عليهم آباؤنا مضحوك عليهم ونحن مضحوك علينا حينما قيل لنا هذا دين العترة وهؤلاء نواب صاحب الزمان هذا المذهب الطوسي القذر وهؤلاء نواب الشيطان ما هم بنواب صاحب الزمان هل نواب صاحب الزمان هكذا يقولون عن محمد وآل محمد حينما يقول هنا ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشر في حياة النبي هذه ما هي شطحة هذه عقيدته هذا هو منهجه هذا تفسيره وهذه عقائده وأنا أقرأ عليكم من رسالة عملية كتبها لمقلديه يريد من مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقيدة فهو يؤسس لهم مذهبا هذا مذهب مخالف لدين العترة الطاهرة مخالف لقرآنهم المفسر بتفسيرهم ومخالف لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم تفهمون أو لا تفهمون هذا هو المذهب الطوسي الذي أحذركم منه مذهب النجاسة والرجاسة مذهب الضلالة والكفر إنه كفر ببيعة الغدير القضية واضحة صريحة هذا هو دينكم الذي يضحك به عليكم مراجعكم في النجف وكربلاء نذهب إلى فاصل الغائرة في عالم الغيب تلك هي المنزلة التي يكون القرآن فيها تبيانا لكل شيء أما إذا أردنا أن نتحدث عن سؤال عن المحيض هنا وعن سؤال عن اليتام هناك وعن حكم لقصر الصلاة في السفر مثلا وعن 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 إذا كان الكلام عن مثل هذا فما هذا بتبيان لكل شيء هذه وقائع جزئية وهذه أحداث خاصة بزمن معين ومكان معين وفعل معين وأشخاص معينين أين تبيان كل شيء في هذا تبيان كل شيء في هذا في قلب محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما بعيدا تمام البعد عن كل هذه التفاصيل الجزئية التي تسمى بأسباب النزول وما يأتي في سياخها ونزلنا عليك الكتابة بكله تبيانا بتمام حقيقته تبيانا لكل شيء هذا بالنسبة لمحمد وآل محمد وهدى ورحمة في الجانب الإجمالي في الجانب التفصيلي لمحمد وآل محمد ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء النبي قال لأمير المؤمنين إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى لكنك لست بنبي لست بنبي لكنك لست بدرجة هذا هو المراد ولكنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى هذا الكلام قاله النبي لأمير المؤمنين في أول لحظة من البحثة الشريفة يعني أن أمير المؤمنين كان في العاشرة من السنين هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين في غار حراء قالها النبي صلى الله عليه وآله لسيد الأوصية كان الأمير في العاشرة من العمر وقال له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي فهذا عن أي علي يتحدث هل يتحدث عن علي بن أبي طالب أم يتحدث عن علي آخر لا أدري من هو هل يتحدث مثلا عن علي ابن أبي سفيان عن أي علي يتحدث هذا الطوسي الأثول في الثالثة والأربعين بعد البسملة وهي الأخيرة الآية الأخيرة من سورة الرعد ومر ذكرها قبل قليل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الكتاب جاء معرفا بالألف واللام الألف واللام هنا هي ألف ولام الحقيقة وليست العهدية لأننا لا نعرف حقيقة هذا الكتاب فهذا الكتاب ليس معهودا في أذهاننا ومن عنده علم الكتاب الألف واللام هي ألف ولام الحقيقة إنها تعرف لنا حقيقة الكتاب تشير إلى حقيقة الكتاب فهذا الشاهد الثاني الذي يأتي بشهادته مصاحبا لشهادة الله هو الذي عنده علم حقيقة الكتاب إنه الكتاب الذي يجمع حقائق الوجود الكلام هنا ليس عن القرآن القرآن القرينة واضحة في سورة النمل قال من آيات من آيات من آيات القرآن مثلا وإنما تصرف في التكوين تصرف في الوجود قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به الحديث عن عرش بلقيس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وجاء به فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا كلام سليمان النبي فآصف وصيه قال الذي عنده علم من الكتاب هو لم يصدر حكما في حلال أو حرام إنه تصرف في التكوين فجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فعلم الكتاب لا علاقة له بأحكام الحلال والحرام أو بأسباب نزول الآيات هذا شأن يقع في حاشية علم الكتاب هذا هذا علم الحقيقة هذا كتاب الوجود مثل ما تصرف آصف في حرف من حروف الوجود فما عرش بلقيس إلا كلمة من كلمات هذا الكون إلا حرف من حروف مصحف الوجود فنقل تلك الكلمة من جملتها إلى جملة أخرى نقلها من جملتها في اليمن من الجملة التكوينية لها في اليمن إلى جملة تكوينية في فلسطين فهذا العالم الذي يعلم بكل الكتاب وحقيقته آصف لا يعلم بحقيقة الكتاب عنده علم من الكتاب علم من الكتاب لا يعني أنه يعلم حقيقة الكتاب الذي عنده علم الكتاب الألف واللام هنا حقيقية بينما الألف واللام في سورة النمل عهدية فارق كبير في المعنى في سورة النمل الألف واللام هناك عهدية هناك كتاب معهود إنه الكتاب الذي يرتبط بالتكوين بقرينة ما جاء في الواقعة من أن آصف جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان إليه مثل ما جاء في الآيات التي تحدثت عن هذه الواقعة في سورة النمل هنا ومن عنده علم الكتاب لأن الحديث عن الكتاب كله فلما كان الحديث عن الكتاب كله فإن الألف واللام هنا حقيقية فارق كبير في المعنى وهذا هو الذي قرأته عليكم قبل قليل من كلام إمامنا الصادق حينما سئل عن علم الاثنين فقال إن علم الذي عنده علم من الكتاب بالقياس إلى علم الذي عنده علم الكتاب كالذي تأخذه البعوضة بجناحها من البحر فما علاقة ما تأخذه البعوضة بجناحها مع حقيقة البحر هو شيء من العلم عند آصف فالألف واللام هناك عهدية فارق كبير حينما نتحدث عن محمد وآل محمد وحينما نتحدث عن غيرهم لأنهم وضعوا لنا هذا القانون لا يقاس بهم أحد لا يقاس بهم أحد فحينما يتحدث القرآن الألفاظ تتبدل الألف واللام هنا حقيقية والألف واللام هناك عهدية وفارق بين المعنيين كالفارق بين السماء والأرض لو كان المقام لبيان أسرار هذه الآيات والتوغل في لطائفها لشرحت وشرحت لكم الكثير من هذه اللطائف والدقائق القرآن كما يقول الصادق صلوات الله عليه نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء الآية واضحة في أن علم الشاهد الثاني كعلم الشاهد الأول حتى في الأحكام القضائية في خصومات الناس ونزاعاتهم إذا ما جئ بالشهود يشترط فيهم أن يكون علمهم واحدا وصحيحا في الموضوع الذي يشهدون بخصوصه الحديث هنا عن محمد الذي هو وجه الحقيقة المحمدية الأعظم التي خلقها واستقرت في ظله سبحانه وتعالى فلا تخرج منه إلى غيره فمن الذي يشهد لمحمد الذي يشهد لمحمد الله وعلي يا علي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت يا علي لا يعرف ني لا يعرف ني إلا الله وأنت يا علي لا يعرف الله إلا الله وأنا الآية تتحدث في هذا الإطار لا يعرف الله إلا أنا محمد وأنت وأنت علي ولا يعرف ني أنا محمد إلا الله وأنت وأنت يا علي ولا يعرف ك أنت يا علي إلا الله وأنا أنا محمد صلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين الآية في هذه الأجواء قل كفى بالله شهيدا بين وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله محمد علي فهذا الأثول الطوسي إمام الطوسيين رئيس المذهب الطوسي الضال عن أي شيء يتحدث قد يقول قائل لماذا كل هذا التجرع على الطوسي بهذه الكلمات لأنه كذاب مخادع لو أنه قال من أنني صاحب مذهب مثل ما قال أبو حنيفة ومثل ما قال الشافعي لا شأن لي به لكنه عبر كتبه وعبر أسرته أسرة الطوسي جرة الويلات على الشيعة ضلالنا من الطوسي وأسرته حينما مات الطوسي من الذي جاء من بعده مرجعا جاء ابنه الحسن وبقي مرجعا إلى ما يقرب من ستين سنة فحينما مات الحسن ابن الطوسي من الذي جاء مرجعا من بعده جاء حفيد الطوسي محمد ابن الحسن صار مرجعا من بعد أبيه إلى أن مات سنة خمسمية وأربعين من جاء من بعده جاء حفيد بنت الطوسي علي بن حمز الخازن هذه المطالب سأفصل ها لكم وبقي مرجعا للشيعة إلى خمسمية واثنين وسبعين للهجر وهؤلاء لا كانوا علماء ولا بطيخ وبسبب ضلال هؤلاء الشيعة البعض منهم لجأوا إلى الحلة وأسسوا الحوزة في الحلة لماذا انتقلت الحوزة إلى الحلة لا يوجد سبب ليس هناك من ظاهرة طبيعية حدثت مثلا مثلا حدثت زلزلة في الأرض وتهدمت مدينة النجاف فاضطر الحوزويون أن ينتقلوا إلى الحلة هذا لم يحدث مثلا انتشر مرض الطاعون مثل ما حدث في فترات زمنية مختلفة ففر الناس إلى الحلة مثلا حدثت معركة حدث انقلاب سياسي لا يوجد أي شيء يذكر في كتب التعريخ كتب التعريخ موجودة لكنه الضلال والجهل دفع الشيعة أن يصنع حوزة في الحلة وبالمناسبة صنعت أيضا على مذهب الطوسي حتى ابن إدريس الذي اعترض على الطوسي فهو على مذهب الطوسي هذه المطالب سأفصلها لكم في الحلقات القادمة لهذا السبب بقي المذهب الطوسي حاكما علينا الطوسي من أول يوم وصل إلى النجاف ماذا فعله فرض سلطته على المشهد العلوي على الحضرة العلوية وزوج ابنته من خازن الحضرة الكليد دار التأريخ مشحون بالعجائب أنتم لا تعرفونه سأحدثكم عن تأريخ الطوسي وآل الطوسي ألا تف على الطوسي وآل الطوسي نذهب إلى فاصل ماتت الدنيا فتنها وكثرت عليا النوايب وضيعت الوادي مقيمها وقامت الدور مناصف وخيّ من لي الوظلومة وانت يا بدر الله غايب دنيانا مشحون الفتن وهموم وهوال ومحل وما يرحم الطبع الزمان وشبنه يا المهدي العجاي يا ساعة تنهض لأنا ويتقوم تجلي حزن وتجلي ليهموم ونيف راح بجايتك من تجين ايه ونتظر يا ويه ايه تن شو طيب تن هلو يا ايام تن شو خير في الوا عالجمه يا المهدي عالجمه يا المهدي تن يا ايه يا هلو يا عالجمه يا المهدي في ضر يا يم جم شو خير في ويقول أيضا هذا الطوسي السخيف في كتابه تلخيص الشافي أشرت إلى هذه الطبعة ومواصفاتها في الحلقة الماضية ومما يدل أيضا على أن الإمام يجب أن يكون أكثر ثوابا من رعيته أن قد دللنا على أن قوله حجة في الشر وإذا ثبت ذلك وجب أن ينفى عنه ما يقدح في ذلك وينفر عنه ونحن نعلم أن الناس إذا قطعوا على أنه ليس في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه في ذلك كانوا أسكن إلى قبول قوله والإنقياد لأمره ونهيه منهم إذا قطعوا أو جوزوا أن يكون في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه هراء من القول وسخف علقت عليه في الحلقة الماضية فهو يشترط في الإمام أن يكون أكثر ثوابا من رعيته وحدثتكم عن المضامين التي جاءت في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم صلوات الله عليهم أتحدث عن محمد وآل محمد أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة وعن ولد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم أنني أتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر صلوات الله عليه هكذا تصفهم الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم مستقرون في أمر الله من أنهم تامون في محبة الله وقبل هذا فإنها تصفهم بأنهم مساكن بركة الله البركة في جوهرها وفي معدنها أتحدث عن البركة الإلهية تستقر في أثنيتهم هم مساكن تلك البركة فكيف يزدادون وكيف يكونون ناقصين وهم بحاجة إلى زيادة وهم مساكن بركة الله وهم التامون في محبة الله وهم المستقرون في أمر الله ذوات مستقرة ذوات بولايتهم تتحرك المتحركات وتسكن السواكن ما هكذا نخاطبهم في الزيارة الجوادية الشريفة التي جاءت عن إمامنا الجوادي لزيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فبهم تتحرك المتحركات وبهم تسكن السواكن فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل هكذا نخاطبهم في زيارة الندبة التي وردتنا من الناحية المقدسة فكيف نتوقع فيهم هذه المضامين الضالة الوسخة القذرة كوجه الطوسي وعقله وقلبه الوسخ هذه المضامين مزبلة قذرة هذا ما هو دين نعم هذا المذهب الطوسي حينما أقول هذا ما هو دين إنني أقيس هذه المضامين الضالة إلى دين العترة الطاهرة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بقي عندي من ضلال هذا الطوسي ما يرتبط بالشفاعة التي تحدث عنها وفقا لرؤية الأشاعرة فهو هنا يتحدث معتقدا بعقيدة الأشاعرة ويريد من مقلديه أن يتبع عقيدة الضلال هذا جعل الشفاعة خاصة بالنبي لم يشر إلى محمد وآل محمد قد يقول قائل إنه ذكر في كتبه الأخرى ذكر الأدعية والزيارات وذكر الكثير من الروايات هو هنا يحدد بشكل واضح العقيدة الواجبة أما تلك الروايات لا يوجد دليل على أنه يعتقد بها إنما هو جمعها جمعها في كتب الحديث وهو لا يقبلها بتمامها وكمالها يقبل بعضها ويرفض بعضها لكنه هنا في مقدمة الكتاب ماذا قال؟ قال عن هذا المختصر أن هذه الرسالة يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده ومعرفته ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه مكلف في حال من الأحواج هذه عقيدة لا بد من الالتزام بها أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم هكذا قال في المقدمة هذا المختصر هذا الكتاب يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده ومعرفته ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال هذا الكلام ذكره على سبيل الإيجاز فهو ليس للمناقشة وللاحتجاج على الآخرين إنه بيان في رسالة عملية عقائدية للمكلفين من مقلديه يريد من مقلديه أن يعتقد بهذه العقائد على نحو الوجوب من أن أمير المؤمنين زمان النبي لم يكن عالما بكل الشارع من طيح الله حظك وحظ مقلدينك على هذه العقيدة الضالة ما هذه العقيدة تخالف القرآن وبشكل واضح مثل ما بيّنت لكم قبل قليل وها هو في ضلاله أيضا يقدم لمقلديه هل مطايا الماشية وراه إلى الآن يقدم لهم عقيدة الأشاعر من أن الشفاعة هي للنبي ولا يشير إلى آل محمد هي للنبي ومن أنها لإسقاط المضار دون زيادة المنافع بينما الآيات والأدعية والزيارات والروايات الكثيرة تتحدث عن أن الشفاعة في زيادة المنافع أكثر بكثير من كونها في إسقاط المضار وقد جئتكم بأمثلة وعرضت ما عرضت بين أيديكم خلاصة الكلام خلاصة الكلام في نقطتين النقطة الأولى المذهب الطوسي بنى عقيدته على أصول الدين الخمسة جعل الثلاثة منها أصولا للدين التوحيد النبوة المعاد وجعل العدل والإمامة من أصول المذهب بحيث أن الذي ينكر الإمامة لا يكون خارجا من الدين ولكن الذي ينكر المعاد مع أنه من فروع الفروع المعاد فرع من القرآن والقرآن فرع من النبوة لكن الذي ينكر المعاد يخرج من الدين لماذا؟ لأن الأشاعرة يقولون بهذا لأن النواصب يقولون بهذا أما القرآن حينما يخاطب النبي بخصوص بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فهذا لا يؤخذ به فحينما تنكر بيعة الغدير وتنكر الإمامة فإن الإنسان لا يخرج من الدين مع أن القرآن بنحو صريح في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله ارتضى الإسلام دينا حينما تحققت بيعة الغدير والذين لم تتحقق بيعة الغدير في حقهم فهم كافرون بنص الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة ومر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية يوم أمس إذن النقطة الأولى هي هذه المذهب الطوسي بنى عقيدته على أصول الدين الخمسة وهو بذلك ينقض أصل الديانة المحمدية العلوية في دين العترة الطاهرة من أن الدين له أصل واحد وهو الإمام يا علي أنت أصل الدين ثم يقول له أشهد لك بذلك هذا كلام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله هذه النقطة الأولى النقطة الثانية معرفة الإمام عند المذهب الطوسي معرفة بترية معرفة تقصيرية معرفة مرجئية إنها ضلالة بتمام معنى هذه الكلمة وقد عرضت ما عرضت عليكم من بتر وتنقيص وإهانة لمقام الإمام المعصوم هذا هو المعلم الثاني من معالم المذهب الطوسي المعلم الأول نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني المعلم الثاني نقض أصل الديانة المحمدية العلوية أصلها الإمام ينقض هذا الأصل ويستبدل بمنظومة أصول الدين الخمسة التي جاء بها الطوسي وغير الطوسي ممن يوافقونه على دين ضلاله هذا جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة أعتقد أن صورة صارت واضحة وجلية بخصوص هذين المعلمين نذهب إلى أفاصل أشلون نزلة ونزلت زينة من عللت المستحيرة لا قلوب لا روح عده والتساند هالبصيرة تصيح وين أهل المحنة تصيح وين أهل المحنة جاءت ليكم مستجيرة وعلوم عندي مكدرة شكو النار بخيمنا موجرة فريت ليكم حايرة والغروض باشر مسيرة يلمشاتين وياه منكم يحسين أردبخ قلبخ يبدمعة العين يلمشاتين وياه منكم يحسين أردبخ قلبخ يبدمعة العين بل يدمعي يطف نار وبعد ينهاض يسوي لجارة بل تدامعي يطف نار وينهاض يسوي لجارة شلون باللي أهل هضيعوها هايدار النواعي بعد تبوها هايدار النواعي في آخر الحلقة شيء من عبق الزيارة الجامعة الكبيرة إنها القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي شيء من عبقها كي تطهر عقولكم وقلوبكم مما لحق بها من نجاسات المذهب الطوسي ألا لعنة على المذهب الطوسي القذر ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أنا لا أريد أن أقرأ نصوصا أو عبارات كاملة إنما أأخذ بعض العناوين من هذه الزيارة الشريفة مثلا هذا العنوان في أول الزيارة ونحن نسلم عليهم وأولياء النعم إنهم أولياء النعم الألف واللام هنا للاستيعاب لإستيعاب كل النعم هذه استيعابية استغراقية إنهم أولياء جميع النعم من مراد من ولي النعم هو مالكها والمتصرف فيها والذي له أن يضعها حيث ما يريد وله أن يمنعها من أي جهة من الجهاد هو الذي يعطي وهو الذي يمنع فهو صاحب هذه النعم وأولياء النعم هذا العنوان يدل على أي شيء يدل على كمالهم وإلا كيف صاروا أولياء لكل النعم الولاية هي القدرة على التصرف والحديث هنا عن كل النعم عن نعم في عالم الغيب وعن نعم في عالم الشهادة عن نعم مادية وعن نعم معنوية عن نعم تخص الإنسان وعن نعم تخص الحيوان وعن نعم تخص النبات وعن نعم تخص الملائكة وعن نعم تخص الجان وعن 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 إنها جميع النعم فالألف واللام استعابية استغراقية لجميع أنواع النعم في هذا الوجود وهؤلاء هم أولياؤها فهذا العنوان يدل على كمالهم أنهم لا يزدادون وإنما هم الذين يمنحون الكائنات القدرة على الإزدياد فهم مصدر العطاء مصدر العطاء يكون متكاملا لن يزداد الذوق الذوق المعرفي هو الذي يقول بهذا حتى لو لم يكن هذا العنوان موجودا إذا كنا نتحدث عن أجمل الجمال وعن أقرب الكائنات إلى الأصل إلى الله فلابد أن يكون كذلك لابد أن تكون هذه الحقائق مستقرة ثابتة ليست متحركة وإنما هي التي تعطي صفة السكون والحركة للكائنات الأخرى لأن السكون ماذا يكون سيكون بعد الحركة ولأن الحركة كيف ستكون ستكون بعد السكون أما بالنسبة لهم فهم حقائق ساكنة تتجاوز هذه المعاني حينما نتحدث عن سكون حقائقهم هذا السكون يختلف عن سكون الساكنات من الكائنات التي أشرقت وشعت من الحقيقة المحمدية فإن الله أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة المشيئة مستقرة واستقرارها يختلف عن الكائنات المستقرة التي صدرت منها أعود إلى أولياء النعم هؤلاء في كمال تام وليس هناك من نقص أو من حالة ازدياد وعلمهم لا بد أن يكون كاملا حتى يستطيع أن يتصرف مع كل هذه النعم بشكل صحيح وإلا كيف يتصرفون مع كل النعم هذه وهم لا يملكون علما كاملا محيطا بتلك النعم نحن هنا نتحدث عن أولياء نعم من قبل الله لا نتحدث عن أولياء نعم بحسب العرف مثلا كأصحاب العمل كمدراء الشركات كالذين يمتازون بأنهم يغدقون على الناس بفضلهم في العرف والمجتمع هؤلاء قد يجهلون قدر النعم التي يعطونها للآخرين وهؤلاء لا يملكون النعم ملكية حقيقية إنما يملكون التصرف فيها بالإمكان أن تسلب منهم يمكن أن تأتي الحكومة وتأخذ هذه الممتلكات ويمكن لشخص قوي بالقوة يأخذ هذه الممتلكات نحن هنا نتحدث عن أولياء نعم هم الأعلى وذل كل شيء لكم لا يستطيع أحد أن يتصرف في دائرة ملكيتهم فلابد أن يكون علمهم كاملا ولابد أن تكون ولايتهم كاملتان ولابد أن يكون الكمال في كل شأن من شؤونهم حتى ينطبق عليهم هذا العنوان من أنهم أولياء النعم القضية لا تقف عند هذا هذا مثال وإلا فكل عبائر الزيارة الجامعة تصل في النهاية إلى نفس هذه النتائج التي أشرت إليها بخصوص معنى أولياء النعم أيضا من جملة العناوين التي تحدثت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نسلم عليهم السلام على الدعاة إلى الله إلى أن نقول والمظهرين لأمر الله ونهيه يظهرون أمره ونهيه أول شيء لا بد أن يكون عالمين بما يريد الله والحديث هنا عن مطلق أمره ومطلق نهيه هذا يعني أن علمهم علمه سبحانه وتعالى والمظهرين لأمر الله ونهيه هذا الوصف جاء بعد سلسلة طويلة من الأوصاف منها المستقرون في أمر الله ومنها التامون في محبة الله وهذه كلها تشير إلى كمال تام في جميع شؤونهم وأحوالهم والمظهرين لأمر الله ونهيه هم الذين يظهرون أمره ونهيه عملية الإظهار كيف تتم بحسب كل عالم من العوالم إنهم يظهرون أمر الله ونهيه للملائكة بحسبهم ويظهرون أمر الله ونهيه للجانب حسبهم ولسائر المخلوقات في السماوات دواب السماوات القرآن تحدث عن دواب السماوات ونحن لا نعرف عنها الشيء الكثير القرآن تحدث بالإجمال وحدثتنا الروايات الشريفة التي بين أيدينا حدثتنا عن بعض شؤون دواب السماوات من أحو موجز ومختصر فهم صلوات الله عليهم يظهرون أمر الله ونهيه قد يكون هذا الإظهار بالوحي فإن الوحي يكون من قبلهم يحون إلى الملائكة الروايات تقول وقد قرأت عليكم من الروايات في الحلقات التي حدثتكم فيها عن التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة حدثتكم عن معارج الوحي في قعر بيوته مر الكلام علينا لا أجد مجالا لإعادة كل المطالب المتقدمة فهذا الإظهار لا ينحصر بصورة من الصور البيان الكلامي لشيعتهم هذه صورة من صور الإظهار إظهار لأمر الله ونهيه يتحقق في كل العوالم وفي كل عالم بحسبه القرآن وهم أخبرون من أن محمدا قد بعث للعالمين جميعا فلا بد أن تتواصل بعثته في كل عالم من العوالم ولا بد أن يظهر أمر الله ونهيه في كل عالم بحسبه وفي كل مستوى من مستويات بعثته بحسبها أين هذا المنطق من هراء الطوسيين وأين هذا الهدى من ضلال أولئك السخفاء السفهاء أتحدث عن الطوسي وأتباعه من مراجع حوزة النجف وكربلاء وماذا نقرأ أيضا في زيارة الجامعة الكبيرة أصطفاكم أصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته أصطفاكم بعلمه علم الله لا يتجزأ فحينما اصطفاهم بعلمه وهم الأقرب إليه وهم صفوته فخصهم بعلمه الخاص به هناك علم مبثوث في الخلائق حتى الجمادات تملك علما كيف تسبح إن من شيء في هذا الوجود إلا وهو يسبح إن من شيء إلا وهو يسبح بحمده كل شيء في هذا الوجود يسبح بحمده التسبيح بحمده فرع المعرفة فرع العلم فهناك علم في كل الوجود وفي كل موجود بحسبه الزيارة لا تتحدث عن هذا العلم هذا علم مبثوث في الوجود تتحدث عن علم خاص بالله لم يظهر في هذا الوجود اصطفاكم بعلمه بعلمه الخاص مثل ما جاء في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة المكان الوحيد الذي جاء فيه هذا التعبير إنها جنة الله الجنة الخاصة بالله هذا هو العلم الخاص بالله جاء التعبير في سورة الجن في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة وما بعدها عالم الغيب عالم الغيب إنه الغيب كله وبعض الغيب مبثوث في الوجود الأنبياء يعلمون الغيب بحسبهم الملائكة تعلم الغيب بحسبها حتى نحن بإمكاننا أن نعلم شيئاً من الغيب بحسبنا هذا غيب مبثوث في الوجود عالم الغيب إنه الغيب الخاص بالله والغيب المبثوث في الوجود الذي بثه الله في الوجود فهذا الغيب كله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه على غيبه الخاص فلا يظهر على غيبه أحد إلا إلا من ارتضى من الرسول الآية الوحيدة التي ذكر فيها غيب الله الخاص به هي هذه الآية مثل هذا التعبير لم يرد في مكان آخر من الكتاب الكريم يأتي الحديث عن الغيب ومراتب الغيب بكلها لكن الآية الوحيدة في الكتاب الكريم التي تحدثت عن مرتبة خاصة إنه غيب الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول في كلمات أمير المؤمنين يقول وأنا المرتضى من ذلك الرسول من ذلك الرسول المصطفى استفاكم بعلمه بعلمه الخاص مثل ما هنا فلا يظهر على غيبه على غيبه الخاص هناك غيب مبثوث في الوجود هناك علم مبثوث في الوجود لكن الحديث هنا في زيارة الجامعة الكبيرة عن علم خاص بالله يا علي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت استفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه استفاكم وارتضاكم إلا من ارتضى من رسول هذا الرسول هو المصطفى والمرتضى منه هو أميرنا أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا المرتضى من الرسول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول المضامين هي هي واللحن هو هو الصادق يقول إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول بالضبط مثل الطوسي شلون الطوسي يعرف لحن القول في تفسير التبيان وفي عقائده التي تحدث عنها في كتابه الاقتصاد وفي كتابه تلخيص الشاف بالضبط أنتم استمعتم إلى كلامه وكيف أن كلامه يدل على أنه يعرف لحن قوله قارنوا بين هذا المنطق ومنطق الطوسيين السخفاء بحسب ما قال إمامهم الطوسي اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه لغيبه الخاص واختاركم لسره لسره الخاص هذا السر الخاص هو الذي استودعه الله في خزانة الأسرار إنها فاطمة لا نصلي عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إنها خزانة الأسرار هذا هو السر المستودع فيها اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته واجتباكم بقدرته جعل قدرته الخاصة قدرة لكم وإلا هناك قدرة مبثوثة في هذا الوجود ألا أحدثكم هذه قدرة ألا أحرك يدي هذه قدرة ألا أذهب إلى شرق الأرض أو إلى غربها هذه قدرة عندي قدرة عندكم قدرة عند الملائكة قدرة كل كائن بحسبه عند الحيوانات قدرة عند هذه الكائنات المجهرية التي لا نراها بأعيننا قدرة قد تقتلنا قد تميتنا تسبب لنا الآلام العظيمة ونحن لا نراها بأم أعيننا كيف يكون ذلك إنها تمتلك قدرة وقدرتها من قدرة الله هناك قدرة إلهية مبثوثة في هذا الوجود الزيارة لا تتحدث عن هذه القدرة المبثوثة في هذا الوجود فهي تحت سلطتهم وذل كل شيء لكم إنما الزيارة هنا تتحدث عن مقاماتهم الخاصة فإن الله جعل قدرته الخاصة قدرتهم اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة المستطيلة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة وكل قدرتك مستطيلة هذه القدرة المبثوثة والتي هي جزء من قدرته التي تتجلى في خلقه ما يتجلى من قدرته في قدرة خلقه أما القدرة المستطيلة على كل شيء هي قدرته الخاصة التي تجلت في الحقيقة المحمدية اللهم إني أسألك من قدرتك التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها هذه القدرة الإلهية الخاصة اصطفاكم بعلمه بعلمه الخاص وهو يختلف عن العلم المبثوث في الوجود وارتضاكم لغيبه إنه غيبه الخاص يختلف عن الغيب المبثوث في الوجود واختاركم لسره لسره الخاص يختلف عن الأسرار المبثوثة في الوجود واجتباكم بقدرته إنها قدرة الله الخاصة التي جعلها عندهم المضمون الذي قد نقرأه في زيارة الرجبية الجامعة هناك زيارة رجبية جامعة وردت عن الناحية المقدسة الزيارة التي أولها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وعوجب علينا من حقهم ما قد وجب ماذا نقرأ فيها نقرأ فيها أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض هذه مظاهر قدرتهم أنا سائلكم وآملكم سؤالي وأملي يتجه إلى قدرتهم لو لم تكن قدرتهم قدرة الله لما صار السؤال والأمل صحيحا هنا أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض فوضى الله إليكم كل شيء وعليكم التعويض والتعويض منكم وبأيديكم فأنتم أولياء النعم وأنتم أصحاب الولاية المطلقة على الأشياء تتصرفون فيها عطاء ومنع صعود ونزول أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض المهيض هو المكسور واللفظة في أصلها تقال للطائر الذي كسر جناحه أو كسر جناحه يقال عنه طائر مهيض لقد كسر جناحه لا يستطيع الطيران فبكم يجبر المهيض الكسير الذي لا يستطيع أن يطير فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض تغيض تنقص وما تزداد الأرحام وما تغيض الزيادة من آثارهم أما هم دوات ليس فيها زيادة ومر هذا الكلام علينا في تعليق على هراء وضلال الطوسي وهو يتحدث عن أن الإمام لا بد أن يكون أفضل ثواباً من سائر رعيته سذاجة لا تشابهها سذاجة لا أدري سذاجته هذه وسخفه هذا يطل علينا من فوق أو من تحت هذا السؤال على الطوسيين أن يجيب عليه أعود إلى الزيارة الرجبية أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض إني بسركم مؤمن فأنتم مجمع أسرار الله أنا بسركم مؤمن ولقولكم مسلم مسلم لا أعمل عقلي مع قولكم وكيف أعمل قولي مع قولكم وأنا أعرف أن الله جعلكم خزانة لسره فسر الله الخاص عندكم مثلما أقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واشتباكم بقدرته لقد أعطاكم قدرته الخاصة وأعطاكم سره الخاص وغيبه الخاص وعلمه الخاص سادتي سادتي ماذا أقول عنكم لكنني أقول كما قال إمام زماني لا فرق بينك وبينهم هكذا أقرأ في دعاء شهر رجل لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلواتك وسلامك عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل إننا زهرائيون إننا زهرائيون إننا زهرائيون فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة كل القرآن صارت برهان يا فاطمة خلي تسمعنا الخليقة خلي تسمعنا الملال فاطمة الدر الإلهي وهي قرآن الأمان ما أقدر أصف معدنها ربك من نورا مكونها وحج على الحجاج عينها وبسرار البار مأمنها نور الرحمن نور الرحمن نور الرحمن فارت برهان صارت نور الرحمن صارت برهان إننا زهرائيون إننا زهرائيون إننا سهرائيون فاطمة يا فاطمة يا فاطمة كل الفرهان صارت فرهان كل القرآن صارت فرهان يا فاطمة ونقرأ أيضا في زيارة الجامعة الكبيرة طأطأ كل شريف لشرفكم هذه العبارة كافية طأطأ كل شريف لشرفكم كل شريف في هذا الوجود فكيف نتصور أن علمهم ناقص أنهم يقايسون في الثواب مع رعيتهم وكيف نتصور أن شفاعتهم منقوصة بحدود إسقاط المضار إلى غير ذلك من الهراء الطوسي ومن هذا الضلال والكفر الصريح بحسب موازين العترة الطاهرة طأطأ كل شريف لشرفكم وإيضا نحن نخاطبهم في الزيارة نفسها وذل كل شيء لكم أكان شريفا أم لم يكن شريفا طأطأ كل شريف لشرفكم الحديث عن الذوات الشريفة وذل كل شيء لكم في مقام من المقامات ذل الشريف وغير الشريف وفي مقام من المقامات طأطأ الشرفاء فقط طأطأ كل شريف لشرفكم طأطأ باختيارهم ذل من دون اختيارهم طأطأ كل شريف لشرفكم لأنهم أشراف ويعرفون معنى الشرف ولذلك يطأطئون لمن هو أشرف منهم أما إذا كان الحديث عن التجلي العام لولايتهم وذل كل شيء لكم برغم آنافهم هذا هو الذي نقرأه في دعاء السحر اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه فأشرف الشرف هو هذا الذي تحدثت عنه الزيارة الجامعة طأطأ كل شريف لشرفكم هنا في دعاء السحر اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله هذا شرفهم شرف محمد وآل محمد وذل كل شيء لكم اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها أعز العزة هي هذه التي ذل لها كل شيء وذل كل شيء لكم هذه المضامين هي هي التي نقرأها في مقدمة دعاء كميل اللهم إني أسألك برحمتك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء برحمتك وبقوتك بعزتك بعزتك لا يقوم لها شيء هي هي التي في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وهي هي التي في دعاء السحر اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها هي هي التي تتجلى في دعاء كميل وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء إنه دعاء شهر رجب فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وبعظمتك التي ملأت كل شيء فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فماذا تقولون وهذه الأدعية والزيارات وفرها الأئمة لعوام الشيعة وخواصهم وقالوا لنا من أنه ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هذا قول أمير المؤمنين وهذا الذي ذكرته لكم صدقوني في حاشية المطلب هذه النصوص عميقة المعاني عميقة جدا أنا أقوم هنا بعملية مقارنة اللفظية بين النصوص ما توغلت في أبعادها العميقة إنها مجرد عملية ربط فيما بين النصوص بحسب ظواهر ألفاظها من دون التوغل في لطائف معانيها العميقة جدا والتي تأتي متناغمة مع عميق القرآن وعميق بواطن حديثهم الذي نؤمن بظاهره في كل آفاقه وبباطنه في كل أغواره العميقة وقت الحلقة صار طويلا إنما أشير إلى عنوان واحد جاء في مقدمة الزيارة يجمع كل هذا نحن نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا إلى أن نقول ومصابيح تعالى وجوههم على عقائدهم الضالة حتى لو كنا نعتقد بمستوى عقائد الطوسيين فلا يصح أن يكون محمد وآل محمد مثلا أعلى لي ولكم إنهم المثل الأعلى لله فنحن هكذا نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنة وحجج الله العناوين المتقدمة تضاف إلى الله مثلما أضيفت الحجج إلى الله هذه الأوصاف السلام على أئمة الهدى إنهم أئمة الله الذين نصبهم الله وهذا الهدى هو هدى الله إنهم أئمة الله السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا إنهم مصابيح الله في هذا الكون في هذا الوجود والمثل الأعلى إنه المثل الذي يتحدث عنه القرآن في سورة النحل في الآية الستين بعد البسملة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لا شأن لنا بهم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم أين هو هذا المثل الأعلى هو هذا الذي ذكر في الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة هي صورة للمثل الأعلى إنه المعصوم الذي يجب علينا أن نعرفه هكذا النخعي قال للإمام الهادي علمني ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم الإمام علمه الزيارة الجامعة الكبيرة ورسم له فيها لوحة للمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى القرآن يحدثنا عن هذا المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فليذهب إلى الجحيم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم الكلام هو في سورة الروم في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى أين في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم مثله الأعلى موجود في السماوات والأرض ما هو هذا المثل الأعلى وله المثل الأعلى صورة الله هذا مثال عن الله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أين هو هذا المثل الأعلى إنهم هم الذين نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا إلى أن نقول والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تقارنوا بين هذين المنطقين بين منطق قناة القمار الذي يستند إلى البراءة من السقيفتين من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي ويبايع البيعتين إنهما بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير وبيعة الغدير الثانية بيعة قائم آل محمد قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق الطوسيين وفقاً للمذهب الطوسي نلتقي غداً إن شاء الله تعالى على مودة قيمة الدين وقائم الدين على مودة الزهراء والحجة بن الحسن أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله